احنا هنفضل في حضرة ربنا يسيبك من الكلام اللي بتتعلمه في بعض الأحيان عند التدين الكمي ان اللي بيفعل المعصية او بيفهم الكبيرة ربنا بيرميه اوعى اوعى تخلي الابن ابنك يحس الاحساس ده حتى وانت في اي ظرف من الظروف حتى لو كنت اسأت الادب مع الله انت في حضرة مولاك ولزايك فلما ذات ازل مسيركين لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة وقرأوا يقتلوا ما كانش دي النهاية دي كانت بداية بداية بناء المجتمع النور لما هجروا للمدينة فاصبحت المدينة منورة فلذلك احنا لازم نعرف اولادنا ان المشاكل مش نهاية العالم ده قد تكون بداية الحياة السعيدة احنا عندنا مشكلة باللاحظة في اولادنا دلوقتي ان هم بيحبطوا بسرعة كتير منهم بيحبط من التجربة الاولى وكتير منهم عندهم الروح الانهزامية منهزمين حتى قبل الترجربة عشان كده افتحوا افتحوا الاولادكم باب الامل بان انتوا تتكلموا معاهم واعلموهم ان شرف الانسان في دوام محاولته احنا هنقف على الباب على فكرة ومعنى ان احنا وقفين على الباب ونطلب من الله المدد ده مش معنى كده ان احنا مطرودين ولا ربنا ما استجابش دينا ده ربنا عايز يسبت الايمان في قلوبنا ده ربنا عايز يخلينا النقوة ده ربنا عايز يخلينا نعرف حجم المخاطر بان هي ما تسويش حاجة في جنب ربنا سبحانه وتعالى فمش في وصولنا هو ده اللي احنا عايزينه عليهم ان طول النفس من شيء من رجولة وان طول النفس من الايمان وان الله سبحانه وتعالى مش خزائنه فارغة ولكن هو سبحانه وتعالى عايز يطمن قلوبنا فالوقفة اللي احنا بنوقفها واحنا منتظرين الفرج احنا في الحقيقة مش منتظرين الفرج احنا منتظرين سبات الايمان في قلوبنا والطمأنينة في قلوبنا لان اكيد ربنا سبحانه وتعالى الكريم الودود اللي قال لنا الله لطيف بعباده أكيد مش شايفنا وإحنا بنتعذب وتاركنا لكن هو سايبنا نتعلم زي ما الإنسان قد يترك ابنه يشيل حاجة وهو شايف إن هي تقيلة بس هي مش تقيلة لأنه هيشيل أدها ألاف المرات في الحياة فإحنا موجودين عشان نتعلم الدرس لأن ربنا سبحانه وتعالى دايما بيكفينا وعده إنه هو يكفينا بس علمنا مبدأ الاتزان إيه مبدأ الاتزان وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعياه سوف يرهن يعني إيه يعني إحنا لازم نشتغل عشان نكون متزنين عشان نعرف إيمية الحياة وعشان كده كان لازم يهاجر مع رسول الله سيدنا أبو بكر عشان نعرف إن الحياة ما تنفعش من غير الديمومة وإحنا نستمر اللابنة الثالثة المهمة بقى مع لابنة الديمومة ولابنة اليقين هي لابنة نور الطلب إن الهجرة بتعلمنا إن إحنا ما بنهربش إن من تمام الهبودية ومن مقتدر رجولة إن إحنا نعيش في الحياة طالبين لا هاربين ما نهربش من الديق لكن نطلب الساعة تركزوا معي لازم تعلم ابنك إن هو ما بيهربش من الديق اللي هو فيه لكن هو بيطلب الساعة اللي هو متيقن إن هي موجودة يبقى زي ما كان عنده يقين وزي ما كان هو عنده ديمومة عمل هو كمان عنده إيه كمان عنده نور مهم جدا 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 النور بيطلب الساعة فهو طول الوقت بيطلب الساعة عشان نجنب أولادنا أسوأ شيء ممكن يأذي الإنسان نفسه بيه وأنه يعيش الحياة بدرجة هارب الهروب يخلينا يخلينا أنا آسف يخلينا عبيد للمخاوف مش عارف فاستمعتوا حديث رسول الله هلك عبد الدينار هلك عبد الخميصة هلك عبد القطير الناس ممكن تكون عبيد للمخاوف ودليل على ذلك الخوف لما يأمره يستجيب لي ولما ينهى يستجيب لي المخاوف ممكن تتمكن منه فيفضل الإنسان هارب وأنا بحب تعبير يفضل الإنسان عبد المخاوف خايف من مواجهة لأن المخاوف قالت له خايف من الألم خايف من الوجع خايف من الرفض خايف من الفشل أنت اسمك إيه؟ عبد المخاوف فلازم نتخلص من عبوديتنا للمخاوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى وفلسفة إزاي الإنسان يطلب وإن دي معنى أساسي وإن العبد الحق يحيى في كنف مولاه طالبا لرضاه طالبا لسعته فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هاجر هجر الطلب طلب لإيه؟ للساعة اللي عتحصل في المدينة ولذلك المدينة سميت المدينة المنورة ليه؟ لأن النور واسع فالمدينة بقت واسعة تخيلوا وكأننا بنتأمل كده زي مصر كده وهي بتستقبل إخوانها اللي بتيجي من كل حتة لما يحصل لها يحصل مشكلات مصر ما دقتش بكل اللي بيجيلها والمدينة ما دقتش بالمواجرين لا ده تسهد بقت واسعة فالمدينة بقت واسعة والخير كتر فيها وعشان كده بقت المدينة منورة